بعد رحيل يوهان المحملة بالغبار والأمطار فردت ويندي رداءها الأبيض فوق مرتفعات لبنان بعدما لماست الثلوج ولأول مرة هذا العام ارتفاعات منخفضة خصوصا في المناطق الشمالية مع تدني درجات الحرارة في الضنية ساقطت الثلوج على ارتفاع ما دون الأربعمائة متر فمنعت بعض الجرافات من فتح الطرقات لكنها سمحت لبعض المواطنين بالخروج إما للهو أو لتجديد تموين مواد التدفئة والغذاء لكن وضعا صعبا تواجهه المناطق العكارية اذ دفعت العاصفة الأهالي إلى تقطيع الحطب للتدفئة نتيجة شح مادة المازوت كما المواد الغذائية أيضا أما الأضرار فحلت على المزرعات المتلفة جراء ارتفاع منسوبي النهر الكبير ونهر الأسطوان بسبب غزارة المياه حطب مكي ميزوت مكي بالأموعة فوق مترين عنا متر رس في قلب الداح حطينا ترس لأخر جهود عكور موت العالم تقطت من قلة الميزوت والأكل والله سيعد الناس معطوعة من كل شيء من المواد الغذائية ومن المحروقات الثلج في البترون لمس ارتفاع المائتين وخمسين مترا لكنه منع المواطنين القاطنين على علو سبعمائة متر من مقادرة منازلهم في ظل مناشدات أطلقوها لإصلاح التيار الكهربائي المنقطع منذ ثلاثة أيام في حين عمدت الجرافات على فتح طرقات تنورين بفعل تكدسي الثلوج سهل البقاع الملون هكذا أطحى ناصعا بعدما ترواحت سماكة الثلوج بين عشرين سنتيمترا وخمسين غطت بموجبها قلعة بعلبكة الصامدة في حين يبقى واقع العاصفة قويا على قضاء راشية كبلدة خربة روحة التي أصبحت خاوية الشوارع سحر ويندي انسحب على قضاء الشوف الذي شلت حركته بعدما أفرغت العاصفة حمولاتها من الثلج على ارتفاعات منخفضة قاطعة طرقات إقليم الخروب ما ترك مساحة للمواطنين للعب بالثلج أمام منازلهم وجنوبا الصورة لم تتغير حيث غطت الثلج مناطق مرجعيون وشبع والنبطية كما في جزين التي اكتست بحلة جديدة وفي صيدة وصور حركة الملاحة شلت بشكل تام وتسببت ويندي بأضرار في المنازل المقابلة للشاطئ وحوادث على طريق عام الزهراني البعض لم ينتظر رحيل ويندي فخرج يسابق السيارات على أتستراد علي متزلجا والبعض الآخر استمتع بمشهد حبة البرد التي اكتسحت شوارع بيروت في مشهد لا يتكرر دائما اشتركوا في القناة